ارتفاع متواصل في الأسعار وبطالة تتفاقم يوما بعد يوم أزمات اقتصادية تضاف إلى حزمة من الأزمات التي يعاني منها العراق واصطغياب لأي حلول حكومية القطاع الخاص يهيمن على صندوق استثمارات السياحة ووزارة الداخلية تمنح سمات تساهم بالاتجار بالبشر هذه الخلاصة التي خرج بها تقرير لهيئة النزاهة أكد على ضرورة إلزام وزارة التجارة بالرجوع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عند قيام الشركات الخاصة بتشغيل الأيد العاملة وأضاف التقرير أن اتساع ظاهرة العمالة الأجنبية سببه كثرة السمات المتعددة والطارئة التي تمنحها وزارة الداخلية لشخصيات محددة لاستقدام العمالة الأجنبية ما شجع على الاتجار بالبشر بسبب إمكانية استقطابهم بأسعار أقل واستخدامهم لأمور أخرى إضافة إلى الطلب المتزايد على العمالة غير الشرعية تهربا من الروتين وتعدد الإجراءات التي تصاحب معاملة أذونات العمل وتؤكد تقارير محلية ودولية أن القطاع الخاص يعاني من الفوضى بسبب تخبط الحكومة في سياستها الاقتصادية مع وجود مئات الآلاف من العمال الأجانب القادمين من عشرات الدول يعملون بصورة غير أصولية ولم تستطع التظاهرات المتواصلة للعاطلين لا سيما الخروجين والعاملين بصفة عقود مجانية من حمل الحكومة على انتهاج سياسة تنصفهم وإيجاد حل مقبول لظاهرة العمالة الأجنبية كما هو الحال في الشركات النفطية التي لا تشكل فيها العمالة العراقية سوى نسبة ضئيلة بطالة متفاقمة بمقابل عمالة أجنبية متزايدة صورة تعكس واقع الحال في العراق الذي أصبح ملف العمل فيه تجارة رابحة لجهات سياسية متنفذة تستحوذ على أكثر من 80% من سوق العمل في القطاعين العام والخاص وتترك المواطن والبلد بأكمله يواجه مصيرا مجهولا